موضوع الشفاء وانت طبعا أكيد بتتكلم من خبري كراعي كنيسة كنيسة أنهار الحياة بتشوف كل نوعيات الناس وناس عندها أمراض بتشوف أنه البعض بيشفى والبعض يعني كما يبدو أو يظهر أنه لا يشفى فخليني أسأل على أصيره من البداية هل إرادة الله هل مشيئة الرب الشفاء السؤال ده محوري جدا وأساسي في الموضوع كله ولو قدرنا أننا نحط أساس سليم حسب كلمة الله ده بيخلي الأمور بعد كده سهل أننا نشوف ونستقبل من الرب هل مشيئة الرب الشفاء أم لا علشان أجاوب السؤال ده محتاجة أحط أساس وأفهم عمل الرب يسوع عايز أقرأ مثلا آيتين في إنجيل يحنى والصح الرابع وعدد أربعة وثلاثين الرب يسوع قال أن طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله يعني كان هدف قدام الرب يسوع وهو على الأرض كده أنه يعمل مشيئة الآب فنقدر نعرف مشيئة الرب إزاي أننا نشوف الرب يسوع كان بيعمل إيه على الأرض واللي كان بيعمله على الأرض دوت بيشهد عن مشيئة الذي أرسله اللي هو الآب السماوي فنشوف زي ما كنا بنقرأ من شوية زي كان بيطوف بيجول بيشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب زي ما كان مكتوب في إنجيل متأ فالرب كان بيخرج الشياطين بيشفي المرضى بيكرز ببشارة الملكوت فهي دي نقدر نقول أن ده مشيئة الآب السماوي موسيقى موسيقى